الصراحة مطلوبة بس ازاي؟ لأن فيه ناس ممكن وهي بتواجه أنا أسفة يعني بتقول دبش بتأسطادم بتأسطادم وتقول دبش يعوّر اللي قدامها فهي الفكرة مش أن أنا أكسب المعركة بتاعت المواجهة هي الفكرة أن أنا أوصل للجوية بطريقة فيها محبة وبطريقة اللي قدامي يفهم إحنا بنعمل العملية دي لي يعني هو مش جيم بنكسبه خالص فعشان كده فيه خطوات معينة نحب إن احنا نبقى عارفينها قبل ما نتكلم مع حد تاني في حاجة مضايقنا أو كده هو أنا بواجه أصلا دي يعني هل لو أنا إنسان مش فارق معايا خلاص هو دايقني وأنا مش فارق معايا إذا كان أتعامل معايا ولا لأ وطبعا بالتأكيد بما بيكونش من محيط العيلة يعني لكن فكرة أنا لو إنسان مش فارق معايا مهم إن أنا أواجهه ولا لأ هي مش بس الإنسان هو اللي فارق ولا لأ الموقف اللي أنا تحطيت فيه لأنه ممكن أنا الإنسان ده مش فارق معايا مش هشوفه تاني بس الموقف اللي أنا تحطيت فيه ده دايقني إن أنا معرفتش هرد دايقني إن أنا معبرتش إن أنا مش قابل دوت فهي مش بس وقفة أنا بتكلم مع مين هي وقفة أنا قبلت إيه أو ما قبلتش إيه خلينا نقول مثال بسيط يعني مثلا لو أنا روحت الشغل النهاردة متأخر فمديري يكلمني بطريقة وحشة جدا خلاص هو بيبين كده إنه مع حق إنه هو يكلمني يقول لي إن أنت تأخرت لكن هو معهوش حق إنه هو يكلمني بطريقة دي فممكن أنا يسألك ده مش فريق لي هو من أهلي هو مش عارف إيه لا هو الموقف اللي أنت بتاخده هو ده اللي مهم لأنه ساعات لما بنكتم المواقف دي جوانا سواء بقى برغبتنا أو غصبا عننا ده بيأثر كذا تأثير يعني منها مثلا إن أنا الكتمان ده هو المشاعر دي ما بتروحش في حتة بعيدا لا بتفضل جوايا وبتظهر بأشكال مختلف كم يسألك أنا بنساهو موقف وعده وأنا هنساهوه وهنساهو خلاص هل بيت نسي؟ أنا بحس إن فيه مواقف لا بتعلم الحقيقة مش قادرة عاما بس فيه مواقف بتعلم زي ما حضرتك قلتي وفيه كمان حاجات ممكن أكون ناسياها بس تأثيرها علي موجود ده بيظهر مثلا في إن الناس اللي بتكتم كتير وخاصة المشاعر السلبية هي بتظهر بطريقة أو بخرى فممكن تطلع على جسدي بأمراض وده اللي بنسميه جسمانا أو إن هما يكونوا سايكوسوماتيك يبتدي دايماً يروح يكشف أنا تعبان من ده أنا تعبان من ده يقول له لم عندك شهاجة مختي عيلي سكاري عيلي وفيه حاجات بقيت أكتر ممكن أكتر فيه جزء منها إن أنا مش بعرف طلع المشاعر السلبية الجواية فيه حاجات مدايقاني مش بتعامل معاها فبتطلع كده فيه طريقة تانية إن أنا بطلع غضبي في مواقف مش المواقف ده اللي أنا مفروض أغضب فيه قد كده بس أنا زي ما المسأل بيقول فيه أشاقات ومتدهر فأنا عمل أكتم أكتم وبعدين انفجار وممكن يكون الانفجار ده في الشخص اللي أنا متدايق منه أو في شخص آخر أو بمشي بقى متدايق طول وقت أنا محمل وسعب ده لناس اللي بدلتك ده مش فريق لي وده مش فريق بتبتدي تعتزل العلاقات وده طبعا مش صحي أنا محتاجة أشتغل على علاقات مش أحمل وابعد العلاقات